اقول لك ازاي تختار المرتبة المناسبة لسريرك. قبل ما تشتري المرتبة بتاعت السرير وانت باقي اخترت مرتبة كوريسة وكل حاجة. تي طبعا لازم تشوف سريرك هيمتع يتحط عليه. المرتبة تكون ارتفاعها كام بالزبط. تمام? يعني السرير بتاعك لو ارتفاعه عالي ما ينفعش ناخد له مرتبة ارتفاعها عالي. لو السرير واطي ما ينفعش ناخد مرتبة ارتفاعها واطي. فده بتبقى برضو عايزة دراستك كده قبل ما انت تشتري المرتبة. تكون طبعا السرير بتاعك موجود وتكون عارف استفاع السرير بالزبط من الارض كام سنتر. نفترض مسلا المرتبة دي كده ارتفاعها خمسة وتلاتين سنتر. دي كده اما نيجي نقسها بالمتر كده هي. ارتفاعها داخل على ستة وتلاتين سنتر زي ما انتو شايتين كده. تمام? نية لو السرير من الارض احنا حطينا على السرير هنا كام? ارتفاع من الارض تلاتين سنتر. يعني السرير ده ارتفاع من الارض حوالي كمان خمسة وعشرين مش تلاتين. وعندما نيجي نشوف الارتفاع كل للمرتبة من الارض هتلاقيه حوالي سبعين سنتي. ده كده انسى بحاجة لارتفاع السرير. ما ينفعش طبعا بقى سرير اكتر ارتفاع السرير عندنا هنا اتفاعه خمسة وعشرين سنتي. ما ينفعش يبقى السرير بتاعك ربعين او خمسين ونخد لمرتبة خمسة وثلاثين فهتلاقي السرير راح في حتة تانية خالصة. يبقى ارتفاعه عالي جدا مش يبقى كناسب. احنا ما ديجي نقلع على المرتبة كده هتلاقيه في المتاصف الايه? المستوى القاعدة بتاعتك فكده هتبقى كويسة جدا. فلازم تختار ارتفاع المرتبة بيدقة. لو انت سريرة زي مسلا السرير ده كده. ده كده ارتفاعه من الارض. تلاتين. ارتفاع السرير ده كده من الارض تلاتين. بس المرتبة داخل جوه السرير زي ما انتم شايفين. تلات المرتبة مش على الوش. يعني المرتبة اللي احنا شافناها دي كده على وش السرير. دي كده داخل جوا. ما نجي نرفع المرتبة هوا. هتلاقي نزل جوه السرير شايفين السرير غاطس ازاي? الجزء ده كده بغاطس يبقى انت كده لو السرير مسلا غاطس ده كده غاطس حوالي سبعة سنتي. تمام? في سريرة تانية بتبقى غطة. المرتبة غطس جوه السرير عشرة سنتي. تمام? فده ممكن تاخد لها عادي مرتبة اتفاعها عالي. فانت لو انت حابب تجيب مرتبة اتفاع عالي خمسة وتلاتين سنتي عساسة ان هي تبقى مريحة بالنسبالك او زي بتاع الفنادق. فقبل ما تجيب السرير. تمام? تختار المرتبة وتقول اللي انت هجيب من عنده السرير ان عايز سرير يكون المرتبة هتخش جوه السرير او يعمل لك المرتبة غاطسة عشرة سنتي او خمسسرح سنتي عشان تقول اي اتفاع انت عايزه وتكون اتفاع المرتبة مناسب. زي ما احنا شايفين برضو هنا كده. تمام? بالسرير ده اتفاعه من الارض. داخل على حاجة خمسة وتلاتين سنتي او او اربعة او تلاتة وتلاتين سنتي. ده اتفاع السرير ده كده تلاتة وتلاتين. احنا برضو حاطين عليه مرتبة اتفاعها خمسة وتلاتين. اتفاع المرتبة ده جماعة هوا زي ما احنا شايفين حوالي ستة وتلاتين سنتي. زي ما احنا شايفين كده. تمام? فتلاتين وتلاتين داخل برضو على الستين فده كده ارتفاعه مناسب. برضو لازم تختار يكون ارتفاع المرتبة مناسب لارتفاع السرير. هنرجع على نقطة تانية برضو ان هي نقطة الظهر بتاع السرير. ممكن يكون المرتبة غطسة جواه السرير. بس الكابوتوني اللي هو في السرير زي ده كده يا جماعة. كابوتوني ده. ده كده. ده اسمه كابوتوني. هو معظم السرير اللي هي الجديدة دلوقتي فيها الكابوتوني ده في ضهر السرير. الوقتين دي هنازل وسيبلك مساحة. اهرجوا طبعا المساحة اللي هي تحت القبوتونيه عندنا لما نرفع المرتبة دي كده ونشدها. ده كده يا جماعة بصوا متوسط المساحهية اللي هي بتاع اللي تحت القبوتونيه. لازم المرتبة ما تعالش عن الارتفاع ده. يعني بقى اخرها تحت القبوتونيه ده. عشان طبعا لو انت علتها هتأثر لك المرتبة بس المرتبة الستاندار مية خمسة وتسعين او مترين. لازم تخدها مية وتسعين او مية خمسة وتمينة عشان خطر الكابوتوني هيزوق المرتبة القدام وهبوضلك شكل السرير للفارما اللي انت عاملت. فما ديجي نقيس بقى كده احنا عايزين نقيس دلوقت المرتبة بتاعتنا نشوف ارتفاحها هيبقى كان بالزبط نشوف الاول ظهر السرير اللي هو شكل كده ونشوف الكابوتوني هالي الكابوتوني ده اتفاع اللي تحت الكابوتوني هو المسافة دي يا جماعة من هنا كده لحد تحت الكابوتوني هنا نقيسها بالمتر زي ما احنا بنقيس كده بالزبط. هتلاقى هاتفاحها سنتي هاي. كده يبقى احنا ممكن نقض مرتبة الحد ثلاثين سنتي على السرير ده. لو الاتفاع الكابوتوني اقل من ثلاثين خمسة وعشرين يبقى نازل بنغض خمسة وعشرين. هتحدد لك ارتفاع المرتبة من ضهر السرير. ما ينفعش بقى اروح اختار مرتبة خمسة وتلاتين او تلاتين. وضهر السرير عندي. المسافة اللي تحت ضهر السرير زي ما احنا اسناها كده مسلا خمسة وعشرين. هتلاقي المرتبة تزقت لقدام وبوزط لك شكل ضهر السرير. اللي هو الشكل العام بتاع السرير بقى شكله مش حلو. وفي نفس الوقت هتأثر لك طول المرتبة. فطبعا طول المرتبة ده بينفع في ايه? احنا طبعا لما كنا يمين. تمام? المرتبة لو طولها مية وتسعين او مية خمسة وتمانين انت حرارك بتحط لسه مخد. يعني بيخد ما يمين حطها كده? على السرير. شوف بتغض قديم من المرتبة. المرتبة يعني تغض من من حيز المرتبة. حوالي تلاتين او خمسة وتلاتين سنتر. هتسيب لك مساحة قد ايه? السرير. هتجي حدود لك تنام هتلاقي رجلك نزلت تحت. مش تلاقي في سرير. فلازم طبعا طول العشرة سنتر دول بيفرقوا في طول السرير. فدي حاجات لازم نشوفها ونفهمها كويس جدا قبل ما نشتري المرتبة. عشان في ناس كتير جدا بتقع في المشكلة دي. وبيجي يقول لي طبعا احنا دوقتي جيبنا المرتبة عالية زائدة الظهر. طبعا احنا مكنناش نعرف. قبل ما تشتري المرتبة تكون محدد ارتفاع المرتبة بالشكل ده كده. يكون السرير عندك تشوفه غطس قد ايه? والمسافة اللي تحت الكباطنية تاعد الظهر زي ما احنا وردته كده قد ايه بالظهر. عشان دي كده اللي هتحدد لك ارتفاع المرتبة. لو انت عايز اي مرتبة انت عايزها تختار المرتبة قبل ما تختار السرير وجيب سرير يتحط عليه المرتبة اللي انت عايزها. ده كده يبقى افضل حاجة. لما ليجي برضو نقض مقاسات السرير يا جماعة. كمام? بنعمل ايه? بنقض طول المرتبة. بنقض طول السرير كده من تحت الظهر على طول كده. تحت الكباطن هاهو. ونقيس لحد هنا كده ايه? ده طولها اتنين متر بالزبط. مقاس المرتبة بيتغب بالشكل ده كده. مش هنقض من قدام الكباطنية. ندام الكباطنية هتطلع مش مزبوط عشان فيه طبعا تنجيد تمام بيبقى اعلى من كده بكتير. من تحت الظهر زي ما انتم شايفين كده. تحت التنجيد بقوموا راح واغدوا حاطة المتر ونقيس نشد الحد الاخر خالص. بتطلع معاك اتنين متر بالزبط. عرض السرير بس طبعا لو هو غطسة بنبقى لحد جوه السرير ما بناخدش من بره. المرتبة طالما هتختص جوه السرير بناخد حيز المرتبة لحد هنا كده كده يا جماعة بالشكل ده. الاخر المتر بيقى موجود هنا كده. طول مسلا اتنين متر مية خمسة وتسين بتبقى الحد جوه في الجزئية دي كده. بناخدش المسافة دي معانا عشان دي كده كده ما نهاش دعوة. ده كده حيز كده محطوط في المرتبة عشان يمسك المرتبة ما تتحركش. عرض السرير بيتاخد برضو من جوه لجوه. لما المرتبة هتختص جوه السرير. زي ما احنا شايفين كده هنشيلها خالص اهو. هنحط عايزين ناخد عرض عرض السرير بنحط المتر جوه كده. تمام? ونشد المتر لحد لحد الاخر هنا. هنعرف المرتبة هتبقى طبعا ده عرضها مية وعشرين هتلاقي المسافة دي من هنا الهين على مية وعشرين بالزبط. لنفعش ناخد من فوق. عشان من فوق المرتبة هتتعلق فوق مش هتنزل جوه السرير. ناخد امتى بقى المساحة كلها? لو المرتبة محطوطة على وش السرير النفط شكل السرير ده كده. ده فين السرير ده? ده كده محطوط على الوش اهوة مش غاطس. ولما نيجي نقيس المسافة ده كده السرير اهوة يا جماعة. ده مش غاطس. المرتبة مش غاطسة دي على الوش. بنقض عرض السرير كله. السرير طبيعي بقى مسلا مية وستين بناخده مية وستين. مية وسبعين بناخده مية وسبعين. فلازم ندقى قاوف الجزئيات دي يا جماعة ونجيب المرتبة على قد السرير بالزبط. عشان المتابعة مسلا السرير بقى طوله مترين ونجيبها مية خمسة وتسعين. هتلاقها معاك مش مريحة. او يعني المتابعة هتلاقها بتحرك في السرير ومش هتريحة. اه بالنسبة للمقاسات لازم المقاسي بقى مزبوط بالزبط. عرض السرير مية وستين نجيبه مية وستين. مية وسبعين نجيبه مية وسبعين. ما نجيبش المتابعة سيارة ولا طويلة عن السرير. دعمونا دايما بلايك وشيف. واشتراك في القناة عشان نلوك على كل جديد. تحياتي لكم جميعا. ابراهيم نيكيو.